السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أحبابي القناة وقناة القناة شهية الله يكرمكم ويشبر خاطركم اليوم كمان مروة من جديد حبت عملنا وصفي طيبة كتير الي هي أكلت حلو اليوم غيرت عن المالح أكلت حلو الي هي كاك بالليمون نحن بنقول الليمون أحباء بمصر بقولوا بورتوان دعونا نتسمى على مروة ونشوف كيف طريقتها حتى نتعلم أنا وأنتم السلام عليكم أحبائي النهار ده أعاني وصفة كيكة البرتوان جميلة جدا هنبتدي مع المأدير ده الدقيق اللي أنا بستخدمه عايزين اتنين باكو فاناليا بحول أفتاحها لشان أوريالكم من جهون نوعيتها حلوة جدا اتنين من دول ثلاث معالق بيكين بودر نص معلقة صغيرة بيكينج سودا خمس بيدوات بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة خل وكوباية زيت كوباية برطقان بنفس الكوباية بشر برطقان أو اتنين ثلاث معالق زبادي ثلاث أكواب دقيق ورشة ملح وكوباية ونص سكر هنبتدي مع بعض بنجيب بولا نحط فيها البيض الأول طبعا يعني كل حد لي طريقة مختلفة بس دي طريقة أنا مجرباها كذا مرة ونكحة جدا بنحط البيض مع بعض وبعد كده الفانيليا بنحط كسين وبعدين بنبتدي ان احنا نخلط المكونات دي مع للسكر كوباية ونص بنبتدي ان احنا نخلط دلوقتي السكر مع البيض الأول وبعدين بنضيف المكونات السائلة واحدة واحدة ده الشكل بعد لما الاتنين اتضربوا بنضيف دلوقتي الزيت علشان يدي لها قوام أكبر تنفش معنا بعد كده بنضيف البرتقان مش باين قوي بس أنا ضيفت البرتقان هنا وبعد كده بنضيف معلقة الخل بعد كده بنفضل نضربهم شوية عشان نضيف الزبادي اللي هو آخر حاجة معنا بعد كده بنضربهم كويس جدا علشان نرش بعد كده البشر البورتقان بعد كده دقيق حطيت عليه الباكين بودر وباكينج سودا ورشة الملح كنت نسيتها فحطيتها دلوقتي وبقلب المكونات طبعا دي ما نخول قبل كده وبعدين بناخد جزء جزء علشان ما يبقاش فيه كتل نبتدي نعمل بالشكل ده ان احنا مش عايزين يعني خلط كتير علشان تحتفز بالهوى اللي موجود في البيض اللي احنا ضربناه بعد كده انا بقى شوف بحافظ من تحت لحد لما المكونات كلها تتمزك وتبقى كده السوم كده بعد كده بنجيب صنية بندهنها آآ بسامنة اللي ما عندوش طبعا آآ اللي هي بتبقى مفرغة من نص انا قلت اعملها انا عندي التانية بس قلت اعمل دي وبنصبها نخليها في النص مش هيحصلها حاجة ان شاء الله بعد ما بتطلع من فرن درجة حرارة خمسة واربعين دقيقة اول خمس دقيقة على العالي وبعد كده بقيت الدقيق بنخليها على مية وستين بتطلع زي ما انتوا شايفين كده جميلة كانت لسه سخنة ورحتها بقى مش عايزة اقول لكم طحفة جدا انا بحاول هقطع لكم عشان شوفوا جميلة جدا وطعمها حلوة قوي 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 وده شكلها النهائي لو عايزين تعملوا عليها سوس بورتقون مع نشا وسكر وبتصبوها عليها ممكن بس انا فضلت ان انا اكلها سادة شايفين الصمك بتاعها جميلة جدا شكرا لكم مرسي شكرا لكم